أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مستوى العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وأهمية مواصلة تعزيزها على مختلف الأصعدة نحو أفاق أرحب تحقيقا للتطلعات المنشودة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور مع الشيخ سلمان بن أحمد بن سلمان الخليفة رئيس ديوان ولي العهد سعادة السيد عبد الحميد أحمد خوجة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده لدى المملكة حيث نوه سموه بدور السفير في تعزيز أواصر العلاقات البحرينية الجزائرية متمنيا سموه لسعادة السفير التوفيق في مهامه المقبلة من جانبه أعرب سعادة السيد عبد الحميد أحمد خوجة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص واهتمام للدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات منوها بالدعم الذي تلقاه طوال فترة عمله متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والنماء ترجمة نانسي قنقر